في جولتنا دوما آخر وأهم ورد في الصحافة العالمية والعربية من أخبار وموضوعات ومقالات نتناولها مع حضراتكم بالقراءة والتحليل اليوم يشاركنا هذه القراءة من القاهرة الأساز محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر ومن لندن أرحب بالأساز عبدالوهاب بدرخان الكاتب الصحفي في جولة اليوم نتابع هذه العنوين في الجارديان بعد ساعة من المذبحة متظاهروا بغداد يعودون لميدان الدماء في يدعوات أحرنوت نتنياهو يقترح إجراء انتخابات مباشرة لرئيس الوزراء ونقرأ في النهار اللبنانية لاستشارات غدا وترشيح الخطيب لا يتبنه أحد مباشرة إلى صحيفة الجارديان البريطانية التي صلت تضوء على صمود المحتجين العراقين في وجه التعامل الأمني العنيف مع المظاهرات وفي تقرير بعنوان بعد ساعة من المذبحة متظاهروا بغداد يعودون لميدان الدماء أشارت الصحيفة إلى أن طلقات النار نجحت في إخلاء ميدان خيلاني ببغداد من المتظاهرين لدقائق ولكن سرعان ما عاد المتظاهرون مرة أخرى في رسالة قوية لسلطات والميليشيات التي تحاول إخماد الانتفاضة الشعبية بالعراق نبدأ القراءة والتحليل لهذا المشهد العراقي السياسي الصحفي من لندن مع أستاذ عبدالوهاب أستاذ عبدالوهاب لماذا بداية برأيك لم تصدر الجهات الأمنية العراقية بيانا يكشف تفاصيل الاعتداء على المتظاهرين في ميدان الخيلاني هل تعتقد أنه يعني هذا يأتي في إطار حالة تخبط يعيشها وتعيشها العراق بشكل عام والمشهد السياسي بشكل خاص الواقع أن هذه المشكلة مطروحة منذ اليوم الأول للتظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي عندما بدأ القتل وتطور القتل وأصبح مباشرا وعلنيا ولم يعد مجرد قنص أو حوادث متفرقة إذا إرادت السلطات أن تصدر بيانا فلابد من أن تتحمل المسئولية كالسلطات أمنية مسؤولة عنها رئيس الحكومة مسؤولة عنها الحكومة لكن الحكومة تعتبر بأن هناك طرفا ثالثا ولا تستطيع أن تسميه ربما ليست لديها فكرة واضحة عن هذا الطرف مما يتكون لأن الجميع بتيعرف حقيقة أن هذا الطرف الثالث يأتي من فصائل الحشد الشعبي ولا ينتمي إلى فصيل واحد بعينه إنما هناك فصائل لديها مساهمات في هذا الطرف الثالث أكثر من غيرها هذه هي المشكلة المطروحة والواقع أن المدهش في هذه الانتفاضة في العراق هو استبسال العراقيين شبابا وحتى من مختلف الأجيال في تصديهم لهذا القمع لأنهم يريدون أن يكملوا يريدون أن يحصلوا على تغيير ما في تصرفات الحكومة أو حتى في تركيبة النظام أستاذ محمد أستاذ عبدالوهاب أشار في كلامه إلى طرف ثالث تحدث عن أيضا الحشد الشعبي والسؤال هنا كيف تقرأ أنت بيان الحشد الشعبي الذي طالب تشكيلاته بالابتعاد عن ساحات التظاهر ماذا يمكن أن تقرأ بين السطور؟ أنا أعتقد أنه من كلام الأستاذ عبدالوهاب أعتقد أنه طرف الخيط وحتى من بيان الحشد الشعبي نفسه الحشد الشعبي حينما أطلق البيان أو تحدث في بيانه عن ضرورة الإبتعاد عن استخدام العنف والإبتعاد عن تصدي للتظاهرات أعتقد أنه ليس الحشد الشعبي فقط هو الذي استخدم العنف ضد المتظاهرين أعتقد أن هناك ميليشيات تابعة لحزب الله في العراق أيضا استخدمت العنف ضد المتظاهرين وتورطت في هذا الأمر المشهد العراقي أعتقد الآن بشكل كبير جدا وشكل واضح الأياد الإيرانية التي منذ البداية كان لديها رؤية على ضرورة التصدي بالعنف ضد المتظاهرين هو الذي سيسني هذه المجموعات أو تسني المتظاهرين عن الخروج إلى الشوارع أعتقد أنها فشلت فشل نريع زاد عدد الشهداء من أبناء الشعب العراقي ومدال الشعب العراقي مصر وأعتقد أن حتى العنوان أو اللقص الذي استخدم من قبل الصحيفة عن العودة إلى ميدان الدماء أعتقد كان توصيف للحالة التي ليس هذا الميدان فقط هو الذي يشهد هذه الدماء من أبناء الشعب العراقي إنما هناك ميادين كثيرة تدلل على الرد الواضح للنظام الإيراني وتدخله في الشأن العراقي أستاذ بدرخان عندما تقول الجارديان أن المتظاهرين يرسلون برسالة قوية إلى الحكومة هل تعتقد أن هنا الصحيفة بتعكس رأي عام بريطاني يؤيد أو يتعاطف مع المظاهرات؟ نعم هناك تأييد للمظاهرات لكن بشكل عام يمكن الملاحظة بأن الإعلام عموماً صحافة مكتوبة وتلفزيونات لم تكن مواكبة للحدث العراقي بشكل كما تفعل أحياناً مع تظاهرات في بلدان أخرى ليست عربية وبالتالي عقدة العراق موجودة في بريطانيا هناك تأييد طبعاً للتظاهرات لكن ليست هناك نية لم نستشف أن هناك نية مثلاً لاستفزاز إيران أو لانتقادها أو لتسليط الضوء على دورها علماً بأن المقالات الرأي في الصحفة البريطانية تعكس معرفة لهذا الدور الإيراني وتفنيد له هذا هو مجمل التقييم لمسألة إذا كان هناك تأييد في الرأي العام أم لا ننتقل من الصحافة البريطانية إلى الصحافة العبرية حيث ذكرت صحيفة يدعوت أحرانوت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو اقترح إجراء انتخابات مباشرة على منصب رئيس الحكومة فقط بدلاً من إجراء انتخابات برلمانية لاختيار الحزب الذي سيشكل الحكومة الصحيفة أشارت أيضاً إلى أن نتنياهو يريد إجراء انتخابات يختار فيها الإسرائيليون بينه وبين زعيم تحالف أزرق أبيض باني جانيتس كونها الطريقة الوحيدة لمنع إجراء انتخابات ثالثة أستاذ أمين هل يوافق تحالف أزرق أبيض على مقترح نتنياهو بإجراء انتخابات مباشرة على منصب رئيس الوزراء برأيك؟ أعتقد أن جانيتس وحزبه يدركون تماماً أن هذه المحاولة من قبل نتنياهو هي محاولة إعلامية الهدف منها الفكاك من الاتهام الموجه لرئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو هذه الاتهامات التي تلاحقه أعتقد هو يحاول من خلال هذه المناورة أن يهرب منها أو يتفلت منها وأعتقد كمان أنه هذه التجربة التي يطرح نتنياهو طرحها من قبل في نهاية التسعينات في عام ستة وتسعين طرحها أيضاً مع الشيمون بيريس لإجراء انتخابات مباشرة وهذه التجربة أعتقد أنها في بداية الألفينات صدر قرار بأن هذا الأمر أنهي تماماً أن تكون هناك انتخابات مباشرة ما بين المرشحين يتم اختيار ما بين مرشحين لرئاسة الوزراء هذا أمر الأمر الثاني والمهم أن نتنياهو يدرك تماماً أن حزبه فقد كثيراً خصوصاً مع عدم تشكيل حكومة للمرة الثالثة أعتقد هذا بات لدى المواطن الإسرائيلي يدرك أن هناك حالة من الخلل في ظل عام كامل إسرائيل فيه تعاني من فراغ سياسي حقيقي ولذلك كل هذه الأوراق يدركها تماماً نتنياهو ويحاول الهروب منها بهذه المناورة الإعلامية ليس أكثر بالإضافة إلى أننا أمام انتخابات في القريب يعني في بداية مارس القادم هناك حديث عن ضرورة إجراء الانتخابات للمرة الثالثة أستاذ بدرخان وفق فهمك وقراءتك لعقلية نتنياهو السياسية برأيك لماذا ذهب لهذا الطرح وإن ذهبنا إلى هذا السيناريو في حال إجراء انتخابات ماذا سيكون إنعكاس تلك الانتخابات المباشرة لرئيس الوزراء الإسرائيلي القادم على الحياة السياسية وطبيعة الحياة السياسية في إسرائيل الملاحظ بأن نتنياهو استطاع أن يخلق حالة انقسام غير مسبوقة بهذا الشكل وبهذا العمق في المجتمع اليميني الإسرائيلي المؤيدون لنتنياهو لا يزالون مصرين على تأييده مهما كانت الاعتبارات ومن هذه الاعتبارات أنه مدعو للامتسال أمام القضاء في ثلاث أو أربع قضايا فساد والمدعي العام الذي وجه إليه الاتهامات هو كما نعرف كان نتنياهو من عينه وليس شخصا معاديا أو ينتمي إلى عائلة سياسية أخرى المسألة واضحة بالنسبة لنتنياهو هو يطرح أي شيء لتأجيل المثول أمام القضاء لتأجيل أي محاكمة وبالتالي التمسك بالمنصب المدهش أيضا أن حتى حزبه حاول أن يجري انتخابات داخلية لاختيار زعيم آخر ولم ينجح مما يعني أنه داخل الحزب أيضا هناك نواة صلبة تؤيد نتنياهو ولا تريد الاستغناء عنه أما هذا الاقتراح هو مجرد التفاف أو مخادعة لإقتراح الانتخابات العامة الثالثة للمرة الثالثة لكن هو إذا يريد حصر الانتخابات في هذا المنصب فقط من أجل أن يقول للإسرائيليين أنه يريدوا التوفير لأن هناك انتقادات واسعة لإجراء انتخابات ثالثة بسبب الكلفة أيضا وليس فقط بسبب الأسباب السياسية قد تكون لدى نتنياهو استطلاعات رأيي تقول له أنه في حال كانت المواجهة بينه وبيني جانس فهو سيتفوق عليه ولذلك طرح هذه الفكرة ولكن حتى الآن ووصلت فكراتك أستاذ بودرخان في هذا الأشياء أدعوك إذا تكرمت يمكن أن يوافق لسبب المسيطة هو أنه مكشوفة أنها تريد التهرب إتاحة التهرب إذن عند هذه النقطة اسمح لي أن أتوقف أستاذ بودرخان تفضل بوقع معي أستاذ أمين بعد فاصل قصير للمشاهدين الكرام سنبقى مع متبعة الشأن اللبناني ما بين الاستشارات والتأليف والتكليف يدور المشهد السياسي التفاصيل في النهار اللبنانية بعد الفاصل أهلا بكم من جديد نتابع القراءة والتحليل مرة أخرى في الصفحة الأولى إلى صحيفة النهار اللبنانية التي نشرت تقريرا حول توجهات الكتل النيابية بشأن تسمية رئيس وزراء جديد لتأليف الحكومة الصحيفة تشير إلى أن الكتل النيابية جميعها لم تحسم موقفها حتى الآن من ترشيح المهندس سامير الخطيب وذلك قبل نحو 24 ساعة على انطلاق الاستشارات النيابية موضحة أن الملفة بلغ مرحلة من التعقيد لم يسبق لها مثيل أستاذ محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر ضيف الصفحة الأولى من القراء أرحب بك مرة أخرى أستاذ محمد إذا صمد ترشيح سامير الخطيب حتى يوم الاثنين هل سيتم تكليفه وفي هذه الحالة هل ينجح برأيك في تأليف حكومة يمكن أن نسميها حكومة تيكنو سياسية مرسوم لها كما يريد الشارع أن تكون حكومة واحدة وطنية في حدها الأدنى يعني أنا أعتقد أنه يعني كما ذكرت أنه المشهد اللبناني حاليا مشهد بيزداد تعقيد مع مرور الوقت وهذا الأمر أيضا يحتاج حتى من الكتل النيابية أن تجد لها طريق واضح المعالم ولكن على ما يبدو أن الشارع ما زال في اتجاه وكل العاملين في السياسة أو في العمل السياسي في اتجاه آخر المشهد بيزداد تعقيدا مع حتى لو حضرتك لاحظت في خلال الفترة الأخيرة المتظاهرين حتى لم يرضوا حتى عن ترشيح سيد سمير الخطيب مهندس سمير الخطيب لتولي رئاسة الحكومة والدليل على ذلك أننا ما زلنا نجد التظاهرات في الشارع والأزمة ما ذال الطاحنة بالنسبة للدولة اللبنانية إذن هل المشهد بعد يوم الاثنين سيتغير؟ أعتقد أن المشهد ما ذال لم يتغير طالما أنه لم يتم الاستقرار على السيد سمير الخطيب من قبل الكتل النيابية خصوصا أن حتى السيد سمير الخطيب لم يتحدث عن رؤيته للحكومة حتى يجد تأييد من الشارع لأن دعني أقول لك أن الذي سيأتي أو الذي تهيأ له الظروف لتشكيل الحكومة في لبنان يجب أن يجد تأييدا له من الشارع الشارع الذي يتوقف فيه المتظاهرون أو يقف فيه المتظاهرون تطالبون بضرورة الإصلاح يتحدثون عن أزمات اقتصادية تمر بها البلاد حتى الدول المانحة الدول المانحة التي تريد أن تجد حلا دعما للوضع في لبنان بعد انهيار الوضع الاقتصادي حتى هي تعلق أيضا أملها على ضرورة تشكيل الحكومة ولكن هل تشكيل الحكومة يتوقف على مجرد تسمية رئيس الحكومة أعتقد الأمر أبعد من ذلك الكثير الحديث الدائم عن أن الحكومة يجب أن تكون من تكنو سياسية هذا الأمر ما زلنا فيه نتحدث فقط إعلاميا ولكن على أرض الواقع في لبنان الأمر لم يصل إلى حد تحديد الملامح الشارع اللبناني يعني ينتظر منذ فترة تحديد ملامح لشكل الحكومة بالإضافة إلى تسمية رئيس الحكومة لكن الواضح أن الصالونات السياسية لم تخرج إلا مجرد تسمية رئيس حكومة ليس أكثر أستاذ عبدالوهاب تفاصيل المشهد السياسي معروفة للكثيرين لكن أنا أنتهي الفرصة هذه وأنت هنا أسألك كمواطن لبناني وصحفي طبعا في المقام الأول كيف ترى تعاطي الصحافة اللبنانية مع الأزمة الحالية وأنا أشير إلى عدد من الاستقالات مثلا حدثت في صحيفة الأخبار بسبب التعاطف مع المتظاهرين فلو اطلال على المشهد الصحفي من خلال متابعتك المشهد الصحفي اللبناني طبعا من تشك أن الانتفاضة الشعبية أربكت الجميع سياسيين وإعلام الإعلام أراد أن يواكب الانتفاضة لألا يخسر جمهوره لكن بنفس الوقت كان هناك دائما صراعات داخل المؤسسات الإعلامية لكن بعض المؤسسات يستطيع أن يعالج هذه الخلافات لأنه يمكن أن يتيح نشر مواد ترضي هذا الطرف أو ذاك لا مانع لديه من باب تنوع الأراء وتعددها أما إذا كانت جريدة مخصصة فقط لتخدم سياسات حزب الله مثل جريدة الأخبار فهي لغير معنية بأن يكون فيها أراء أخرى طبعا والصحفيون لديها هم ينتمون بشكل عام إلى تيار يعني أقرب إلى اليسار وبالتالي اليسار حاليا متعاطف مع الانتفاضة لذلك شهدنا استقالات سواء من الميادين أو من الأخبار وربما تحصل أيضا في وسائل الإعلام أخرى نعم ننتقل في قراءتنا إلى المشهد الأوروبي إلى صحيفة لوموند الفرنسية التي كشفت عن قيام متسللين روس باختراق حسابات فريق الرئيس الفرنسي إمانويل ماكرون خلال حملته الانتخابية عام 2017 وأشارت الصحيفة إلى أن وحدتين متخصصتين تابعتين لجهاز المخابرات العسكرية الروسية استهدفتا حسابات البريد الإلكتروني للرئيس الفرنسي وقام المتسللون بنشر آلاف من الوثائق السرية على شبكة الإنترنت سيد محمد أمين من جديد الحديث عن دور روسي في منطقة أخرى تحدثنا من قبل وكانت هناك موجة اتهمات كبيرة لروسيا وتدخل في الانتخابات الأمريكية هنا حديث عن تدخل روسي بشكل أو بآخر في الانتخابات الفرنسية هل بداية تعتقد أن توقيت نشر هذا الموضوع بيمثل رسالة معينة خصوصا أنها تأتي قبيل ساعات من انعقاد قمة أوكرانيا في باريس وهي بتعد أول قمة بشأن الأزمة الأوكرانية منذ ثلاثة أعوام ده بالتأكيد هي رسالة قوية لباريس في هذا التوقيت بالذات خصوصا أن الاتحاد الأوروبي يتخذ موقفا ضد الوضع أو التواجد الروسي في الأزمة الروسية في أوكرانيا أعتقد أنه أيضا الرسالة تريد من خلالها أو سائل التي قامت بتسريب هذه المعلومات في هذا التوقيت خصوصا أن هذه المعلومات التي تطلق والخاصة بمجموعات مخابرات لا تطلق مجرد أنه يتم الوصول إلى التسريب إنما مثل هذه الملفات حينما يتم العمل عليها يتم العمل عليها بتوقيتات محددة للاستفادة منها في بعض الملفات الأخرى أعتقد أنها أحد أدوات الضغط على المجتمعين غدا طبعا وأيضا أنه قدرة جهاز المعلومات أو جهزة المعلومات في روسيا على الوصول لمثل هذه الملفات أيضا يرسل رسالة مهمة جدا للعديد من الدول أن الجهاز المعلومات الروسي بات يعمل بقوة في هذه المناطق وباتت له أزرع قادرة على الوصول لمثل هذه الملفات أستاذ عبدالوهاب بدرخان في نصف دقيقة إذا تكرمت أستاذ أمين يتحدث عن أن هذا تسريب أمني بامتياز للصحيفة وظن أنه كذلك يعني كيف وأين تضع هذا التسريب من الأجهزة الأمنية مثل هذه النوعية من الأخبار في هذه الأجواء الحضور الروسي في فرنسا بطبيعة الحال هناك دائما داخل الأجهزة الحكومية هناك من هو مع أو ضد مسألة معينة وبالتالي أنا لا أرى حرجا كبيرا للرئيس مكرون في عشية اجتماعات أوكرانيا إنما الحرج هو أن هناك اختراق هذه هي المسألة التي لم تستطع الدول أن تعالجها لأن روسيا يبدو أنها اعتمدت هذا السيستم عندها السيستم التدخل في الانتخابات يعني على الأقل سمعنا خلال السنوات الأخيرة تدخلات أو محاولات تدخل أو اختراقات أقل أو أكثر على الأقل عشر انتخابات في عشرة بلدان مهمة طبعا وحتى الآن بدأ الحديث عن تدخلات في انتخابات بلدان أقل أهمية يعني بالنسبة إلى روسيا لا يهمها مثلا أن يتغير الحكم في هذا البلد أو ذلك لأنه بلد يعني مش أساسي مش مؤسس هذه هي المسألة التي يجب أن يركز عليها المجتمع الدولي في إرسال رسالة إلى روسيا بأن تكف عن هذه لكن الدول أميل إلى أن تخود نفس التجربة بمعنى أنها أيضا تتجند ويكون لها جيشها الإلكتروني لمهاجمة أو للتدخل في شؤون روسيا وغيرها شكرا جزيلا أستاذ عبدالهوب بدرخان الكاتب والصحفي متحدثا إلينا من لندن وشكر موصول لضيف الصفحة الأولى من القيرة الأستاذ محمد أمين رئيس تحرير مجلة أكتوبر وبطبيعة الحال شكر موصول لحضراتكم مشاهدي كرام لهذه المتبع ابقوا دوما في أمان الله وإلى الملتقى